رواية كانديد أو التفاؤل للكاتب الفرنسي فولتير الفصل الثلاثون النهاية لم يكن كانديد في أعماق قلبه يرغب بثاة في الزواج من كوني جوند ولكن وقاحة البارون الخصوى أرغمته على عقد الزواج وكانت كوني جوند تلح عليه بشدة لدرجة أنه لم يستطع الرجوع عن اتزامه فاستشار بانجلوس ومارتين وكاكمبو الوفي وقدم بانجلوس بحثا مفيدا أثبت من خلاله أنه ليس هناك من حق للبارون على شغيقته وأنها تستطيع بمجب قوانين الإمبراطورية كلها الزواج من كانديد من دون الاضطرار إلى مشاركة الألقاب والممتلكات واخترح مارتين رميال بارون في البحر أما كاكمبو فتوصل إلى فكرة إعادته إلى الربان الشرقي ووضعه مجددا في الأشغال الشاقة بعد ذلك يتم إرساله إلى الأبي العام في روما على متن أول سفنة وتمت الموافقة على هذه الفكرة وأيّدتها العجوز لكن أحدا لم يقل شيئا لشقيقته ونفذت العملية بمبلغ من المال زهيد وتمتعوا بالقبض على يسوعي وبمعاقبة غرور بارون ألماني بعد كل هذه المصائب الجمع وبعد أن أصبح كانديد متزوجا من عشقته ويسكن مع الفيلسوفي بانجلوس والفيلسوفي مارتين وكاكمبو الحذر والعجوز وبعد أن جلب بالإضافة إلى ذلك كمية كبيرة من الماس من وطن الإنكا القدامى كان من الطبيعي أن ينعم الآن بعيشة هنيئة ولكنه تعرض إلى الإحتيال والنصب من قبل اليهود لدرجة أنه لم يبقى لديه سوى قطعة الأرض الصغيرة أما زوجته التي كانت تزداد قبحا يوما بعد يوم فقد أصبحت شريسة ولا تحتمل فيما أصبعت العجوز عاجزة وسيئة المزاج أكثر من كونيغوند حتى أما كاكمبو الذي كان يعمل في الحذيقة والذي كان يبيع الخضارة في القسطنطينية فقد أرهقه هذا العمل وبدأ يلعن مصيره وكان بانجلوس يعاني من خيبة أمل شديدة لأنه لم يلمع في إحدى جامعات ألمانيا وأما مارتين فكان مقتنعا بشدة بأن الجميع متساون في الشر في كل مكان وكان يتعامل مع الأمور بصبر وكان كانديد ومارتين وبانجلوس يناقشون أحيانا الماورائيات والأخلاقيات وكانوا غالبا ما يرون سفنا تمر تحت نوافد منزلهم وعلى متنها أفنديات وبشاويات وقضاة منفيين إلى ليمونوس وميتيلان وأرزروم وكانوا يلحظون مجيء أفنديات وبشاويات وقضاة آخرين ليحل محل المنفيين وكانوا هم بدورهم منفيين وكانوا يرون أيضا رؤوسا ملفوفة جيدا بالقش لتقدم أمام الباب العالي وكانت هذه الاستعراضات تضاعف المناقشات وعندما كان لا يوجد نقاش كانت ضجر شديدا جدا لدرجة جعلت العجوز تتجرأ على القول لهم أود أن أعرف أيهما أسوأ أن تتعرض للاغتصاب مئة مرة من قبل قراصنة عبيد وأن يقطع ردفك وأن يضربك البلغار وأن تجلد وتشنق في احتفال وأن تشرح وأن تجدف وأنت محكوم بالأشغال الشاقة وأن تختبر أخيرا كل الويلات التي مرن بها جميعنا أو أن تبقى هنا لا عمل تقوم به فأجاب كانديد هذا سؤال مهم جدا ولد هذا الحوار أفكارا جديدة واستنتج مارتين بالأخص أن الإنسان ولد ليعيش في انتفاضات القلق أو في خمول الدجر أما كانديد فلم يوافق ولكنه أيضا لم يعطي أي تبرير واعترف بنغلوس بدوره بأنه لطالما عان بشدة ولكن بما أنه أكد مرة أن كل شيء يسير على أفضل حال فقد تمسك برأيه ولم يعد يؤمن بذلك بثاثا أمر واحد جعل مارتين يتأكد من مبادئه البغضة وجعل كانديد يزداد حيرة أكثر من أي وقت مضى وأحرج بنغلوس ذلك أنهم رأوا ذات يوم باكيت والأخ جيروفلي يدخلان عليهم وهم في حالة يرتلها فقد صرف سريعا الثلاثة آلاف قرش وافترق ثم تصالح وتخاصم ودخل السجن وهرب وأصبح الأخ جيروفلي أخيرا تركيا أما باكيت فواصلت مهنتها في كل مكان ولم تعد تربع شيئا فقال مارتين لكانديد لقد توقعت تماما أن هيبتك لهما ستبدر سريعا وأنها لن تزيدهما إلا بؤسا لقد زخرتما بملايين القروش أنت وككامبو ولكنكما لستما أسعد من الأخ جيروفلي وباكيت وقال بنغلوس لباكيت آه آه لقد أرسلتك السماء إلى هنا بيننا طفلة المسكينة هل تدركنا أنك كلفتني طرف أنف وعينا وأذنا انظري إلى نفسك اليوم إيه ما أعجب هذا العالم ودفعتهم هذه المغامرة الجديدة للنقاش أكثر من أي وقت مضى وكان في الجوار درويش مشهور جدا يعرف بأنه الفيلسوف الأفضل في تركيا فذهبوا لاستشارته توجه بنغلوس إليه بالكلام وقال سيدي جئنا نسألك أن تخبرنا لماذا خلق حيوان غريب كالإنسان فقال الدرويش وما يعنيك في هذا الأمر؟ هل هذا من شأنك؟ فقال كانديد لكن أيها الأب الموقار هناك شر كبير على الأرض فقال الدرويش وإن يكن وإن كان هناك شر أو خير عندما يرسل عظمة السلطان سفينة إلى مصر هل يهتم ما إذا كانت الفئران الموجودة على السفينة مرتاحة أم لا؟ فقال بنغلوس إذن ما العمل؟ فقال الدرويش عليك بالسكوت فقال بنغلوس كنت آمل أن أناقش قليلا مع حضرتك بعض النتائج والأسباب في خير العوالم الممكنة ومصدر الشر وطبيعة الروح والانسجام المسبق لدى سماع الدرويش لهذه الكلمات أغلق الباب في وجههم وأثناء هذا الحوار كان قد انتشر الخبر بأنه خنق إثنان من أعضاء مجلس الوزراء ومفتي واحد في القسطنطينية وبأنه تمت خوزقة عذد كبير من أصدقائهم وقد أثارت هذه الكارتة ضجة كبيرة لبضع ساعات أما بنغلوس وكانديد ومارتين فلدى عودتهم إلى أرضهم الصغيرة التقوا بعجوز طبيب يتنشق الهواء العليل تحت شجرة برتقال فقام بنغلوس الذي كان فضوليا بقدر ما كان مفكرا وسأله عن اسم المفتي الذي خنق فأجاب العجوز لا أعرف شيئا ولم أعرف يوما اسم أي مفت أو وزير وأن أجهل كليا هذه الحادثة التي تسألني عنها أفترض أنه بشكل عام كل الذين يهتمون بالحياة السياسية يموتون أحيانا وهم بؤساء وهم يستحقون ذلك لكنني لا أستعلم أبدا عما يحصل في القسطنطينية بل أكتفي فقط بإرسال محصول حديقة لبيعه هناك وبعد الانتهاء من كلامه هذا أدخل العجوز الضيوف الغرباء إلى منزله وجاءت ابنتاه وابناه وقدموا لهم أنواع عديدة من الشراب الذي صنعوه بأنفسهم والكايماك الذي يحتوي على قشور ثمار سيدرا المعقودة بالسكر والبرتقالي والحامض والليمون والأناناس والفستق والبني اليمني الذي لم يتم مزه أبدا مع بنتافيا وابني الجزر ذي النوعية السيئة وبعد ذلك عطرت ابنتا هذا المسلم الطيب لحا كل من كانديد وبانجلوس ومارتين فقال كانديد للتركي لا بد أنك تملك أرضا واسعة وعظيما فأجاب التركي ليس لدي إلا عشرين فذانا فقط أزرعها مع أولادي فالعمل يبعد عنا ثلاثة شرور الدجر ونزعة الشر والحاجة أثناء عودة كانديد إلى الإكارة فكر عميقا في حديث التركي وقال لبانجلوس ولمارتين يبدو لي أن هذا العجوز الطيب قد صنع لنفسه مصيرا أفضل من مصير الملوك الستة الذين تشرفنا بالعشاء معهم فقال بانجلوس إن المجد خطير جدا حسب مقولة جميع الفلاسفة لأن إجلون في النهاية ملك الموابت قد اغتيل على يد عود وكان أبسالون قد علق من شعره وجرح بثلاثة سهام أما الملك نداب ابن جيروبوام فقد قتل على يد باصة والملك أيلى على يد زامبري وأوكوسياس على يد جيهو وأطاليا على يد جويدا أما الملوك الثلاثة إيواكيم وجيشونياس وسيديسياس فقد أصبحوا عبيدا أتدري كيف مات كل من كريسوس وأسياج وداريوس ودانيس دوسيراكوس وبيروس وبيرسي وأنيابل وجوغورتا وأريوفيست وسيزار وبومبي ونيرون وأوتون وفيطاليوس ودوميس ودوميسيان وريشارد الثاني من إنجلاتيرا وإدوارد الثاني وهينيري السادس وماري ستيوارت وأشار الأول وهينيري الأول والثاني والثالث من فرنسا والإمبراطور هينيري الرابع أتعلم؟ فقال كانديد أعلم أيضا أنه يجب أن نزر حذقتنا وقال بانجلوس أنت محق لأنه عندما وضع الإنسان في جنة عدن كان ذلك لكي يعمل مما يثبت بأن الإنسان لم يولد للراحة فقال مارتين فلعمل بلا تفكير هذه هي الوسيلة الوحيدة لجعل الحياة تحتمل فأيد كل المجتمع الصغير هذا الهدف الحميد وبدأ كل واحد منهم بممارسة ما يجيده وأثمرت هذه الأرض الصغيرة وأعطت الكثير وكانت كونيغوند في الواقع قبيحة جدا ولكنها أضحت حلوانية ممتازة وكانت باكيت تطرز أما الأجوز فكانت تهتم بالغسيل وكان الأخ جيروفلي الشخص الوحيد الذي لم يكن يقدم خدماته لكنه أصبح نجارا ممتازا وصار رجلا شريفا وكان بانجلوس يقول أحيانا لكانديد إن كل الأحداث مترابطة في خير العوالم الممكنة لأنه في النهاية لو أنك لم تطرد من قصر جميل وتضرب على قفاك بسبب حبك للآنسة كونيغوند ولو أنك لم تخضع للتحقيق ولو أنك لم تجزئ أمريكا سيرا على الأقدام ولو أنك لم تطعن البارون ولو أنك لم تفقد كل خرافك التي أتيت بها من بلد الإردرادو الطيب لما كنت تأكل هنا ثمارا وفسقا فأجاب كانديد هذا صحيح ولكن يجب أن نزرع حديقتنا شكرا